الصورة الآن ستوضح حجم ما يدور الآن في منطقة الخرطوم بحري وهي المنطقة التي شهدت واحدة من أكبر العمليات النوعية التي شنها الجيش السوداني منذ بدء هذه الحرب هذه العملية النوعية التي عبرها استطاع الجيش السوداني عبر وحدات مختلفة من العبور من جسر الحلفاء الذي يربط بين مدينتي الخرطوم بحري ومدينة أمدرمان هذه العملية علمنا بأنها كانت مسبوقة بترتيبات أمنية تم تحييد عدد كبير من القرناصين في منطقة الحلفاية ومنطقة الإزرقاب وهي من المناطق المتاخمة مباشرة من الجهة الشرقية لكبري أو جسر الحلفاء الرابط بين المدينتين بحري ومدرمان هذه العملية الآن امتدت عبر قوات مختلفة من الجيش قوات برية وجهاز المخابرات وصلت إلى المناطق الشرقية لجسر الحلفاية وانتشرت وتمددت في عموم هذه المنطقة أيضا هذه العملية دعمت ونحن الآن نستمع بعد أكثر من ست ساعات على هذه العملية النوعية نستمع إلى دوي المدفعية الحربية مدفعية الجيش التي تنطلق من مدينة أمدرمان نستمع إلى صوت الراجمات إلى صوت من المعلومات التي وصلتك نظار ونستمع أيضا في المقابل إلى أصوات مضاد اسمح لي نظار هذا التقدم للجيش السوداني في منطقة الحلفاية أين وصل هذا التقدم ما الذي تبقى من تلك المنطقة التي كان يسيطر عليها تسيطر عليها قوات الدعم السريع بشكل كبير مهمة القوات التي عبرت جسر الحلفاية التابعة للجيش السوداني وأجهزة أمنية مختلفة مهمة هذه القوات هي تأمين جسر الحلفاية تحديدا في المنطقة الشرقية ووصولا إلى منطقة شرق الحلفاية وهي من المناطق التي ظلت قوات الدعم السريع خلال الأيام والأشهر الماضية تتحرك فيها من الاتجاه الشمالي إلى الاتجاه الجنوبي وهي أيضا بالمناسبة تحوي أحد الطرق المهمة الذي يربط مصفات تكرير النفط بمنطقة شمال الخرطوم بحري إلى وسط مدينة الخرطوم بحري القوات التي عبرت ستعمل بالتوازي مع قوات عسكرية تدبع لمنطقتين عسكريتين في منطقة الكدرو توجد قوات تدبع للجيش السوداني هذه القوات الآن تحركت لتدعم القوات التي عبرت جسر الحلفاية وهناك أيضا قوات تدبع للجيش السوداني توجد في منطقة حطاب العسكرية وهي تضم واحد من أهم ارتكازات وأهداف الجيش السوداني هي الآن أيضا تعمل على تطويق منطقة الخرطوم بحري في محور الحلفاية ومحور الدروشاب ومحور السامراب وهي من المناطق السكنية يضاف إلى كل هذه التطورات بأن الجيش استطاع أيضا عبر الطيران وعبر المسيرات وعبر المدفعية أن يحيد الدعم العسكري والامداد البشر الذي تحرك من مناطق شرق النيل ومن المناطق الشرقية لمحلية بحري وجاء ليدعم قوات الدعم السريع التي وصلت بكلياتها إلى منطقة جسر الحلفاية والمصادر تقول بأن طيران ومدفعية الجيش استطاع أن يدمر وأن يحيد هذه الأرتال العسكرية التي وصلت لمساندة قوات الدعم السريع التي اشتبكت مباشرة مع قوات الجيش نؤكد ونجدد المعلومات بأن هذه العملية هي عملية نوعية الآن أعمدة الدخان تتصاعد في أكثر من محور داخل مدينة الخرطوم بحري هي الآن ترى بالعين المجردة كما نشاهدها الآن من مدينة الخرطوم من المنطقة الجنوبية لمدينة الخرطوم بحري على تخوم حدود النيل الأزرق مباشرة إلى منطقة شمبات إلى منطقة وسط الخرطوم بحري وصولا إلى منطقة جسر الحلفاية الرابط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري هذه المنطقة الآن منطقة ملتهبة تتصاعد فيها أعمدة الدخان تصنف الآن عسكريا خلال هذا اليوم بأنها من مناطق العمليات العسكرية النشطة بعد أن كانت هادئة خلال الأشهر الماضية ماذا عن السكان نزار في تلك المعارك والاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع هذه المنطقة منطقة الحلفاية هي مقتضة بالفعل بالسكان ماذا يحدث للسكان في تلك المنطقة التي يقعون فيها بين يعني نيران الجيش ونيران قوات الدعم السريع أيضا المواطنون والمدنيون بطبيعة الحال يتابعون هذا المشهد بقلق وبترقب وبخوف وبهلع هم الآن كانوا خلال الأيام الماضية يتابعون قوات الدعم السريع وهي تنتشر داخل الأحياء وتقيم الارتكازات وبعض المواطنين يتحدثون عن عمليات سلب وعن عمليات ترويع للآمنين في مناطق الحلفاية ومناطق شمبات هم الآن يتابعون هذا التقدم لقوات الدعم السريع لقوات الجيش التي وصلت إلى منطقة الخرطوم بحري كثيرون يأملون في أن تتقدم قوات الجيش نحو مناطق مقتضة بالسكان وحتى تنهي وجود قوات الدعم السريع في هذه المنطقة هذا ما قاله المواطنون كثر استطلعناهم صباح هذا اليوم وسألناهم بصورة واضحة ما هو شعوركم عندما علمتم بأن قوات الجيش الآن تتقدم شرقا وتنتشر وتتمدد في منطقة الخرطوم بحري قالوا بأنهم كانوا في انتظار هذه الخطوة لأشهر أكثر من عام هم ينتظرون أن تتقدم قوات الجيش وأن تنهي هذه المعاناة وهذه المساء التي يعايشونها لأكثر من عام لكن كل الخوف أؤكد وأذكر من سقوط القذائف العشوائية من سقوط الرصاص المنهامر عليهم هم الآن يتمترسون ويتخندقون داخل المنازل لا حرك الآن في مناطق شمبات في مناطق الحلفاية الكل الآن داخل المنازل خوفا من سقوط القذائف سقوط السواريخ لكن يبقى الأمل بأن تتكلل بحسب المواطنين هذه العمليات العسكرية للجيش في الانتشار وإنها وجود قوات الدعم السريع التي كانت بحسب مواطنين أقول تعيق من تحركاتهم ومن سيرهم ومن حياتهم بصورة طبيعية داخل مدينة الخرطوم بحري شكرا نزار سنبقى دائما معك في كل جديد حول هذه التطورات الحاصلة في السودان مراسل الحدث نزار البقداوي كنت معنا من أمدرمان شكرا جزيلا لك